يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا أطلق التحالف قافلة طبية في حلوان شملت خمسة تخصصات طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم أيضا وبالمجان جهود متواصلة لا تتوقف للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتقديم كل الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا حيث تجددت هذه المرة بإطلاق القافلة الطبية بحلوان القافلة شملت خمسة تخصصات طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين كنا نشتغل تحت مظالة التحالف الوطني نحن كراعي مصر النهاردة داخلين القافلة متواجدين في القافلة في منشية جمال عبد الناصر اتبع لمنطقة حلوان معنا حوالي ستة تخصصات معنا رمض معنا عظام معنا جلدية معنا بطنة معنا نسا بالعلاج بتاعه بتاع كل تخصص يعني نحن نقضى مشاركين في قافلة التحالف الوطني في منطقة حلوان من خلال خمسين متطوعة بنشيك في تنظيم القافلة بداية المستفيد ان هو داخل من على البوابة مرورا بالشادر مرورا ان هو يدخل للعيادة او ان هو يكون بسلم الكارتونة الهدف الاساسي ان احنا بنوصل على اهلنا بنكشف على المرضى العظام تمام في العيادة بنعمل فحص بنشوف المريض محتاج حاجة لو فيه اشعات او تحاليل بنكتبها للمريض تمام والمرض بيتابع معنا سواء بيجيب لنا التحاليل او الاشعات في مكان احنا بنحدده تابع المؤسسة تمام او بيتوصل معنا مثلا على التليفون عن طريق الواتساب ولا حاجة تمام بنصرف ادوية للمرضى احنا النهاردة بنشارك في القافلة التبية في منطقة حلوان معنا عيادة عظام عيادة نسع عيادة رمض عيادة جلدية عيادة اطفال عيادة بطنة القافلة التبية بحلوان شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين الذين اشادوا بجهود التحالف الوطني وتقديم الخدمات المختلفة لهم والعمل على تلبية متطلباتهم المعيشية وتقديم خدمة صحية متكاملة هنا التنسيق زي الفل اللي عاديين على الكمبيوتر تسجيل خدمة الالكترونية زيهم زي التأمين بتنظيم دور صف حريم صف رجالة التنظيم زي الفل القافلة كويسة جدا تمام يعني ربنا خليكم لينا تعبناكم معنا الدكاترة بيعودوا بيسمعوا الكلام لغاية الاخر انا اقول ما جيت دخلت جبت قدمت البطاقة بتاعتي يدوني ورقة الكشفة عن رمض دخلت كشفته شيء ممتاز والله جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لم تتوقف عند هذه القافلة فقط بل شملت ايضا توزيع مائتي وعشرين كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة ابو العنين لمساندة ودعم الفئات الاولى بالرعاية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحن نقدم ادوية لكل المرضى اللي جمع كشفه النهاردة ووفر رعي مصر الاطباء نعم وفضل تعالى احنا برضو نقدم النهاردة الكاراتين التمونية مئات الكاراتين التمونية احنا بنوزعها النهاردة تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين هو ما يميز عمل التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والذي ياتي ترجمة للتعاون الذي يتم بين منظومة عمل التحالف ومؤسسات الدولة كافة بتواجدهم في جميع المحافظات للتخفيف عن المواطنين محمود جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر